فالأزمات التي تحصل للأمة ولدعوة الإسلام هي أزمات لفلترة الرجال من هو الرجل الصادق المخلص مع الله ومن الرجل المنافق الذي يمكر بالإسلام والمسلمين فإن رحلة الإسراء والمعراج كانت بمثابة هزة لمكة لكشف المخلص من المنافق ممن إيمانه قوي ممن هو إيمانه ضعيف حتى تتكشف معادن الرجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كالذهب والفضة سلام عليكم ورحمة الله بين العام الحادي عشر والثاني عشر من البعثة حدثت معجزة الإسراء والمعراج وهنا تظهر لنا أهمية هذا التوقيت وهو قبل قيام الكيان السياسي للإسلام بعام تقريبا فحادثة الإسراء والمعراج تسببت في نشاط غير عادي في مكة فدبت الحيوية في مناقشة ما جرى بين جميع فئات المجتمع وهذه المناقشة تضمنت مناقشة الرسالة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ضروريا قبل الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة للكشف عن معادن الرجال وقوة إيمانهم فبهذا الامتحان تم تحديد من هو الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رحلة الإسراء والمعراج أصبح الناس يتحدثون بها وذهبت قريش إلى أبي بكر طمعا في ردته عن الإسلام والتخلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوه ورواحه فالإسراء والمعراج أخذت بالكشف عن معادن الرجال فإن الكشف عن العناصر ضروريا حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عند إعلان قيام الدولة الإسلامية أي العناصر يمكن الاعتماد عليها في بناء هذه الدولة وأيهم يكون مستبعدا فإن منهم من يصلح أن يُعهد إليه في بناء الدولة الإسلامية فيكلف بمهمة من الدرجة الأولى ومنهم يصلح لتكليفه بمهمة من الدرجة الثانية وعندما أدين الله سبحانه وتعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة المنورة وأمره بإقامة دولة الإسلام هناك فكان من السهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولذلك فقد أثمرت الدولة في أقصر وقت في التاريخ لأنها أقيمت على أكتاف الرجال الرجال وكان أبي بكر الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مصعب صاحب نشر الإسلام وتهيئة المدينة لتكون نقطة ارتكاز للدولة الإسلامية وانطلق منها الإسلام إلى ربوع العالم فالأزمات التي تحصل للأمة ولدعوة الإسلام هي أزمات لفلترة الرجال من هو الرجل الصادق المخلص مع الله ومن الرجل المنافق الذي يمكر بالإسلام والمسلمين فإن رحلة الإسراء والمعراج كانت بمثابة هزة لمكة لكشف المخلص من المنافق ممن إيمانه قوي ممن هو إيمانه ضعيف حتى تتكشف معادن الرجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كالذهب والفضة ترجمة نانسي قنقر